السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إليه عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب أخواني وأخواتي وردت إليه أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخت نور من اليمن تقول نور بأن بنت خالتها توفيت قبل كم يوم و هي في عمر العشرين و لما بلغت ما صامت أيامها يعني إلي ما توفيت هل يجوز أن نقضي عنها هذه الأيام و ماذا نفعل له أختي نور من اليمن بارك الله فيك و رحم الله ابنة خالتك و أسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم و أن يغفر لجميع موت المسلمين بالنسبة لهذه البنت إذا قلت لي بأنها ما صامت منذ أن بلغت صيام شهر رمضان فلا يقضى عنها هذا الصيام ما يقضى عنها يا أخت الفاضلة لأن تارك لركن من أركان الإسلام و أما إذا قلت لي لا هي تصوم و لله الحمد و المن لكن عندما تأتيها الدورة الشهرية لا تقضي هذه الأيام فينظر فإذا كانت تتعمد ذلك و لا تقضي هذه الأيام فلا تقضون عنها أما إذا كانت تركتها بسبب مرض أو بسبب نسيان أو بسبب انشغال أو شيء من هذا القبيل فالراجح من أقوال أهل العلم قضى الصيام عن الميت الصيام الواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات و عليه الصيام صامع عنه وليه بارك الله فيك أم عمر أيضا من اليمن تقول ما حكم الدعاء مثلا لو وحدة كانت متينة أو نحيفة تقول يا رب نحفني أو متني مثلا هل يتقبل الله و هل يعتبر هذا تجاوز في الدعاء و قلة احترام مع الله أختي أم عمر بارك الله فيك من اليمن يجب على المسلم إذا دعا أن يدعو بأشيء المناسب من خيري الدنيا و الآخرة من خيري الدنيا و الآخرة و إذا كانت المرأة مثلا ضعيفة و تريد السمن مثلا تقول اللهم ارزوك من الصحة و العافية مثلا اللهم ارزوك من الصحة و العافية مثلا لأن ما تدري قد يكون المتن و السمن بلا عليها لك تقول الله من يسألك العفو و العافية فالله عز وجل أعلم بحالها و أعلم بنيتها و أعلم بمقصود دعائه كذلك إذا كانت المرأة سمينة و متينة تقول الله من يسألك العفو و العافية ما تدري يا أخت الفاضلة في من الناس من عمل رجيم و عمل عمليات و كذا مات أو أصابته أمراض لذلك أفضل شيء يا أخت الفاضلة مثل هذه الحالة امرأة متينة تريد أن تضعف امرأة مثلا نحيفة تريد أن تسمن تقول الله من يسألك العفو و العافية اللهم من يسألك الصحة الدائمة يا رب العالمين و هي لا تعرف ربها عز وجل بنيتها الله عز وجل أعلم بنيتها منها الله عز وجل أعلم بنيتها منها فهذا هو الأدب مع الله عز وجل هذا هو الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان يتأدب بمثل هذه الأدعية العامة الأدعية العامة والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد و لذلك تقول الله من يسألك العفو و العافية في الدنيا و الآخرة الله من يسألك العفو و العافية في بدني و في صحتي يا رب الله من يسألك الصحة الدائمة يا رب بهذه الطريقة بارك الله فيك سعد من ليبي يقول في رجل عنده مبلغ مالي قدره أربعمائة ألف دينار من فئة العشرين دينار وهذه الفئة الآن لا تستعمل في البلد لأن إصدارها انتهى فوجد رجلا وقال له أنا أشتري منك هذا المبلغ لكن أشتريه بثلاثة مائة ألف بثلاثمائة ألف يعني يخسر مائة ألف يسأل يقول ما حكم ذلك سعد من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للعملة إذا مثلا تعطل العمل بها وأصبحت مجرد تراث أصبحت مجرد ماضي أصبحت مجرد عملات يزين بها ويفتخر بها الإنسان خلاص هذه تأخذ حكم القنية لا تأخذ حكم النقد مثلا ولا الذهب ولا الفضة ولا شيء فيجوز للإنسان أن يبيعها بمبلغ أكبر من قيمتها السابقة يجوز أن يبيعها بمبلغ أقل من قيمتها السابقة بارك الله فيك لماذا لأن أصبحت تحولت إلى تحف مثل التحف هذه أصبحت إلى أشياء أصبحت الآن تحولت إلى أشياء مجرد هي ليس لها رواج في السوق ما لها رواج في السوق ولكن الناس يتزينون بها يعني مثل حالة بعض الناس اللي يجمعون الأشياء القديمة اللي تخص بلدهم وعاداتهم ومتقاليدهم واضح بارك الله فيك ولذلك خلاصة الجواب أن هذه العملة اللي أنت ذكرت بأنه الآن لا يعمل بها وليس لها رواج وهناك عملة جديدة استبدلت أصبعت هذه لا قيمة لها يجوز التجارة بها حتى ولو كان بنفس دينار أهل البلد اللي عندكم زيادة أو نقصان أما إذا قلت لي لا هذه العملة ما زال لها رواج وما زال لها قيمة أقول لك لا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد بارك الله فيك أم أحمد من فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية تقول يعني هل ورد بأن قراءة المعوذات على الماء وشربها للتحصيل إن كان هذا ورد فكيف الطريقة الصحيحة وأن نقرأها عدة مرات وننفذ في الماء أم مرة واحدة أرجو إفادتي أم أحمد نبريك بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لي القراءة قراءة القرآن في الماء وشربه بنية الرقية هذه مشروعة ولله الحمد والمن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء ثم أعطاه لثابة ابن قيس ابن شماس الأنصاري رضي الله عنه لعارض أصابه لعارض أصابه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا قد قال بهذا جمع من أهل العلم من السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى ولذلك بالنسبة للإنسان إذا كان مريضا أو مصابا بالعين مثلا يقرأ في الماء ويشرب منه ويغتسل منه أو يقرأ له مثلا أحد من الصالحيين من الأخيار يقرأ في هذا الماء ويشرب منه ويغتسل منه فهذا مشروع ولله الحمد والمن أما الكيفية أخت الفاضلة فإذا قرأتيه مرة واحدة يكفي يعني إذا قرأت المعوذات مرة واحدة يكفي ولو كررت مرة ثانية أو ثالثة ورابعة لا حرج في ذلك تقرأ مثلا سورة الفاتحة آية الكرسي المعوذات الثلاث كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمن أبو محمد من سوريا يقول عندي بقالة كل ما أعبيها تفضأ البقالة وأحيانا ألاقي مي مرشوش عند الباب عند باب البقالة هل هذا السحر وكيف يفك مثل هذا السحر أبو محمد من سوريا بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرت وهو أنك كلما عبيت البقالة وجدتها فاضية هذا له أحد سببين إما أن يكون سبب طبيعي وإما أن يكون سبب غير طبيعي السبب الطبيعي أن هناك من يستطيع الدخول إلى بقالتك وسريقتها هذا السبب الطبيعي فأنت يا أخي الفاضل فتش لعلك تجد خللا في مثلا باب بقالتك لعلك تجد ثقبا مثلا في جدار بقالتك من الخلف مثلا لعلك يعني تجد شيء من الأشياء التي يمكن يعني فتح الباب والدخول إلى البقالة هذا السبب الطبيعي أنت الآن تحرص على تغيير الأقفال مثلا تحرص على وضع كاميرا إن استطعت على بوابة البقالة أو داخل البقالة لتكتشف هذا الأمر والآن يا أخي الفاضل يعني أصبحت الكاميرات رخيصة جدا ممكن تشتريها وتضعها في البقالة وتكتشف يعني يعني تكتشف مثل هذا الأمر يعني لماذا تخضى البقالة الأمر الثاني قد يكون أمر غير طبيعي لكن أنا ما يعني أجعل هذا الأمر هو الخيار الأول لك هذا يجعله بعدما تتأكد بأنه ليس هناك يد بشرية تسطع على هذه البقالة وتقوم بسرقتها ممكن أن يكون هناك يعني جن والعياذ بالله يعبثون ببقالتك فقد جاء في الصيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم وكله على طعام الصدق وكله على طعام الصدق فجاء شخص فأخذ يحتو بثوبه فقبضه أبو هريرة لأنه ما استأذن وخذ يأخذ بشكل كبير فقال له أبو هريرة لماذا تفعل هذا فشك حاجة وعيان قال أنا عندي أولاد وعندي أيتام وعندي أولاد وعندي أهل وعندي كذا فتركه عاهد أبا هريرة أن لا يعود في الليلة الثانية أيضا عاد فقبضه أبو هريرة وأراد أن يذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشك حاجة وعيان شك حاجة وعيان ثم أطلقه في المرة الثالثة قبض عليه أبو هريرة وعزم على أن يذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة ما يدري من هذا فقال له تطلقني وأعلمك آية إن أنت قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال نعم فتلى عليه آية الكرسي فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من الليالي يسأل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة فيقول يا رسول الله شك حاجة وعيان وفي الليلة الثانية يقول له ما فعل أسيرك البارحة فيقول يا رسول الله شك حاجة وعيان في الليلة الثالثة قال يا رسول الله أخبرني بكذا وكذا قال صدقك وهو كذوب يعني هذه الآية هي من قرأها هي تعويذة وحص للإنسان حتى يصبح ولا يقربه الشيطان قال صدقك وهو كذوب أتدري من كنت تتكلم معه يا أبا هريرة قال لا قال ذاك الشيطان فدل هذا يا أخ الفاضل على أن الشيطان قد يعبث بأموال بني آدم بالطعام وكذا ولذلك الله عز وجل قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا و أيضا نحن لما نأتي للأكل نسمي لماذا حتى لا يكون للشيطان نصيب في هذا الطعام و لذلك الشيطان لا يمكن أن يأكل مع الإنسان إذا سمى الإنسان على طعامه فيا أخي الفاضل أنت تحتاج بارك الله فيك أن تحصن نفسك أن تحصن بقالتك دائما يعني بمعنى تقرأ على نفسك تقرأ آية الكرسي في الليل تقرأ أيضا المعوذات إذا دخلت بقالتك تقول بسم الله مثلا تحرص على أن تجنب البقالة شيء من المحرمات مثلا لا تبيع الأشياء المحرمة والمكروهة وإن شاء الله بإذن الله يعني تسلم من مثل هذا العبس سواء كانت يد العبث يد إنسية أو يد العبث يد شيطاني مزنى من دبي بارك الله فيها تسأل تقول كيف أفرق بين دم الحيض ودم الاستحاض مزنى من دبي بارك الله فيك بالنسبة للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاض هذا أمر واجب على كل امرأة مسلمة أن تتعلمه ولذلك يجب على كل امرأة بالغة أن تتعلم أحكام الدماء لماذا؟ لأن الدماء هذه التي تخرج من المرأة تترتب عليها أحكام شرعية ولذلك يتعين على كل امرأة أن تتعلم أحكام الدماء ولا يجوز المرأة أن تتكاسل وتتساهل وتدع هذا الأمر ولذلك أحسنت بارك الله فيك حينما سألت عن الفرق لأن مهم جدا بعض النساء وللأسف الشديد تصلي والصلاة لا تجب عليها بعض النساء لا تصلي اعتقادا منها أن هذا الدم دم حيض والصلاة واجب عليها واضح؟ وهذا سبب إيش؟ الجهل وعدم التعلم فبالنسبة لدم الحيض أخت الفاضلة دم الحيض هو دم جبلة وطبيعة وعادة ينزل على كل امرأة في كل شهر مرة في الغالب وهو أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو دم طبيعة ودم عادة ودم جبلة ليس دم مرض هذا خلقه الله عز وجل مواصفات دم الحيض الذي يفترق فيه عن دم الاستحاضة دم الاستحاضة طبعا دم مرض مرض يعني دم يخرج مثل الرعاف أشبه بالجرح مثل الرعاف بالنسبة للفرق بين دم الحيض و دم الاستحاضة دم الحيض دم أسود فخين له رائحة منتنة وحينما ينزل ينزل سائل وليس جامد و متجلط بخلاف دم الاستحاضة دم الاستحاضة لونه ليس أسودا وإنما مثل الدم الطبيعي كذلك إذا نزل ينزل ويتجمد مباشرة لماذا لأن أصل دم الحيض دم الحيض هي أغشية دموية تبني في جدار الرحم تهيئة للرحم لاستقبال المولود فإذا ما حصل يعني تلقيح مثلا في الشهر ينهار هذا الغشاء الدموي المتجمد في جدار الرحم وينزل سائل لأنه تجمد وتجلط أصلا داخل الرحم أما دم الاستحاضة فلا هو أصلا دم مثل الدم العادي دم الاستحاضة ينزل ويتجمد مباشرة هذه الفروق بين الدم الحيض ودم الاستحاضة فالمرأة إذا حاضت حرم عليها الصيام والصلاة ومس المصحف وقراءة المصحف على قول الجمهور وإن كان طبعا هناك قول آخر يظهر هو الراجح بأنه يجوز لها أن تقرأ من دون نمس لكن عموما هذا الذي هو ممنوع عن الحائض وأيضا أن لا يقربها زوجها في محل الولد يعني ما يحصل جماع بينهم أما دم الاستحاضة فلا يجب عليها أن تصلي وأن تصوم وتطوف حول الكعبة وتلمس المصحف تقرأ من القرآن ويأتيها زوجها أيضا هذا بالنسبة للمستحاض أما الحائض فلا الحائض هذا الذي يجب عليها في مثل هذه الحالة بارك الله فيك أم محمد من النرويج بارك الله فيها تسأل تقول يعني من الأفضل عمله عند شراء منزل مثلا هل نقوم بذبح خروف ونوزعه على الفقراء والأصدقاء أم ندفع صدقات مال للفقراء وكذلك لو أن شخصا تعرض لحادث هل يتصدق أم يذبح خروف مثلا يفرق لحمه أختي أم محمد من النرويج بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للإنسان إذا رزقه الله عز وجل منزلا جديدا فسنة أن يسجد سجدة شكر لله عز وجل أن يسجد سجدة شكر لله عز وجل وبالنسبة للإنسان الذي حصل عليه حادث ونجاه الله عز وجل من السنة أن يسجد لله سجدة شكر ذلك أن سجدة الشكر إنما شرعت لعندما تحدث نعمة أو تدفع نقمة وفي الصورتين التي سألت عنهم شراء منزل وحصول حادث هنا حصلت نعمة تجددت على الإنسان نعمة وهي المنزل الجديد واندفعت عن صاحب السيارة نقمة وهو الحادث الأليم الذي نجاه الله عز وجل هذه هي السنة أما أنه يذبح يتصدق ما عندنا شيء من هذا القذل لكن هل يمنع ذلك؟ الجواب لا يمنع أن الإنسان يتصدق على الفقراء والمساكين أما الذبح الذي يظهر يا أخت الفاضلة أن عملية الذبح هذه فيها مشابهة مع أصحاب الاعتقاد الفاسد الذين يرون بأن الذبح ضروري عند دخول المنزل أو عند شراء سيارة أو عند كذا لأن لهم تعلق بغير الله عز وجل يعتقدون بأن الذبح هذا يطرد العين يطرد الحسد وهذا مسألة خطيرة ولذلك أنا دائما أقول لإخواني هؤلاء طيب لماذا لا تتصدق بقيمة هذه الذبيحة مثلا فإذا قال أنا ما عندي مشكلة إذن عنده اعتقاد سليم ما عنده مشكلة يتصدق بقيمة الذبيحة هذه على الفقراء والمساكين أما إذا قال لا أنا لازم أذبح اعرف بأن عنده اعتقاد فاسد لأنه مسألة الذبح خطيرة جدا وهؤلاء إنما يذبحون لمثل هذه الأغراب طرد الحسد كأن يذبح للجن والعادة بالله حتى لا يؤذونه ولا يفسدون عليه فأنا أحذر دائما من هذا المسلك الخطير وبعدين يا أخت الفاضل الآن الإنسان أليس يريد الأجر من هذه الصدقة تقول لي بلى طيب لماذا أنا أجبر الفقير أنه لازم يأكل لحم في فقرة آخر ما يفكر فيه اللحم في فقرة ومساكين آخر ما يفكر فيه اللحم عندما هو أهم من اللحم عندما هو أهم من الرز عند أهم ما هو من الثياب عنده مشاكل عنده ضروريات فلذلك إذا كان الإنسان صادقا ويريد أن يحمد الله وأن يشكر الله على هذه النعمة يودي قيمة الذبيح يقول تفضل الفقير المسكن أو يوزعها لأكثر من فقير المسكن عما قضية الذبح و توزيعها أنا أعتقد فيها شيء في بعض الناس يا أخت الفاضلة بعد ما يسكن البيت بعد فترة أحاب يجمع أرحامه حتى يعرفون مكان البيت في أي حي حتى يزورون بيت قريبهم و يدعون له ما فيه بأسان عما قضية أني أدبع لهذا الغرض لا ينتبه الإنسان و يحذر من هذه المسالك و الحمد لله صدقة ليست متوقفة على ذبح الخروف صدقة بالثياب صدقة بالأموال الصدقة أروح أشتري لحم من الجزار مدبوح يعني في لحم عند الجزار أشتريه من الجزار أوزع الفقر المساكن لكن لما يقول الشخص لا أنا أريد أن أذبح اعرف أنه عنده مشكلة اعرف أنه عنده مشكلة في العقيدة هو يريد أن يذبح علشان يعني يقول لك حتى الجن ما يتسلطون على البيت و هذه تصد العين و تصد الحسد و تصد كذا و هذا سبب غير مشروع يحذر الإنسان و يخاف الله عز وجل على عقيده و إيمانه آمنة من سلطنة عمان تقول كنت مسافرة و نسيت أجمع صلاة الظهر و العصر دخل وقت صلاة المغرب لما نزلت في المسجد كان الوقت ضيق لأداء صلاة المغرب صليت ثلاث ركعات المغرب و بعدها صلاة الظهر و العصر جمعا و قصنا و بعدها صليت ركعتين صلاة العشاء و بعدها الوتر لأني أريد أن أجمع و أقصر المغرب و العشاء جمع تقديم و أيضا أصلي الصلوات الفائد أختي آمنة بارك الله فيك و رضي الله عنك طبعا ما فعلتيه خطاء ما فعلتيه خطاء و ذلك أنك فرقت بين صلاة المغرب و صلاة العشاء بصلاة الظهر و العصر و ما كان ينبغي لك ذلك ما كان ينبغي لك ذلك الواجب يا أختي الفاضلة الترتيب بين الفوائد فتصلينا الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثم العشاء أنت تقولين أشكل عليك مسألة أن وقت المغرب ضيق طيب أنت أخرت الظهر و العصر يعني ألا استقادر بأنك تأخرين المغرب إلى العشاء إلى وقت العشاء هذا جمع تأخير و لذلك أخطأتي و الذي أرى لك يا أختي الفاضلة أن تعيد هذه الصلوات إذا كنت في السفر الآن أعيديها قصرا وجمعا مرتبة أما إذا كنت في الحضر فأعيديها بارك الله فيك تعيدينها تامة و هذا من باب الاحتياط للعبادة من باب الاحتياط للعباد لأنك أنت الآن صليت المغرب ثم كأنك جمعت الظهر و العصر مع المغرب جمع يعني بمثل هذه الطريق ثم صليت العش لا هذا ما يصرح يا أختي الفاضل فالذي يظهر والله أعلم و احتياطا لعبادتك و هو يوم واحد مقدور عليه في أربع صلوات تعيدينه إذا كنت وصلت بلدك صليها تامة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء إذا كنت ما زلت في السفر صلي الظهر و العصر ركعتين ركعتين ثم صلي المغرب و العشاء ركعتين عفوا المغرب ثلاث ركعات و العشاء ركعتين أم حميد من اليمن تقول إذا فات وقت العصر و كنت في السوق و جاء وقت المغرب هل يجوز أن نصلي صلاة المغرب و إلا صلاة العصر أولا أم حميد سبحان الله سؤالك جاء مباشرة بعد سؤال الأخت آمنة من عمان بارك الله فيك و لعلك استفدت إن شاء الله من جوابي للأخت آمنة من عمان فالترتيب واجب يا أخت الفاضلة بين الصلوات الفائتة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة و السلام فاتته صلاة الظهر و العصر في غزوة الخندق غزوة الخندق فقام بعد صلاة المغرب فصلت الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا ثم العشة رابعا يعني جمعها صلى الله عليه وسلم و هذا دليل على أن الترتيب بين الفوائت واجب الترتيب بين الفوائت واجب بارك الله فيك يا أختي الفاضلة أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول كنا يعني في عزا و سمعت داعية عندنا من أقاربنا تقول لا تقرأون سورة عبس وتولى وسورة المسد في الصلاة هل هذا الكلام صحيح ناقشناها ناقشتها سيدة و قالت لها هذه كلها سور القرآن لم تقتنع أختي أم أحمد بارك الله فيك من العراق تقولين بأن هناك امرأة داعية تحدثت في عزا و قالت لا تقرأون عبس وتولى ولا تقرأون تبت يد أبي لهب في الصلاة هذه في الواقع سامحيني أقول لا تصرح أن تكون داعية لأن الداعية إلى الله عز وجل لا يجوز له أن يدخل حقل الدعوة و ميدان الدعوة و أن يتصدى لتعليم الناس و توجيه الناس إلا بعد أن يتأهل بالعلم الشرعي إلا أن يتأهل بالعلم الشرعي و هذه في الواقع فاقدة لهذا الشرط الأساس الذي يمثل العمود الفقري للدعوة إلى الله عز وجل فالله جل وعلا قال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني قال العلم البصيرة هنا العلم و البرهان و لذلك أخت الفاضلة هذه الأخت أوجه لها رسالة بأنها لا تتصدى لتعليم الناس و توجيه الناس حتى تتعلم لماذا؟ لأنها أخطأت في أبسط مسألة من المسائل التي يدركها العوام أنت يا الله مبارك و السيدة اللي معكم ناقشتها و قالت كلها سور القرآن فلماذا لا تقرأ في الصلاة؟ على هذا ما نقرأ يعني بعض السور التي يعني جاءت بذكر المنافقين و بذكر مثلا المشركين و شيء من هذا القبيل و هذا كلام يدل على جهل يدل على جهل و لذلك عليها أن تتعلم و أن تتفقه و أن تراجع أهل العلم و لا يصلح لأن الإنسان لما يتصدى للناس بالعاطفة يتصدى لتعليم الناس و دعوة الناس و لا يمتلك العلم لما يمتلك العاطفة قد يكون ضره أقرب من نفعه و فساده أكثر من صلاحه سمعتم بقصة هذا الرجل الحديث في الصحيحين رجل قتل 99 نفس قتل 99 نفس فأراد أن يتوب فذهب إلى عابد متصدي للوعظ لكن ما عنده علم فقال له أنا قتل 99 نفس هل لي من توبة استعظم هذا الأمر قال عوذ بالله ما لك توبة هذا رجل دموي قتله كمل به المئة لأنه جاهل كمل به المئة فذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض فقال هناك عالم فذهب إليه فقال له أنا قتلت مئة نفس هل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة التوبة نحن لا نملكها الله عز وجل هو التواب نعم توب إلى الله عز وجل فتاب إلى الله و مات و أدخله الله الجنة القصة في الصيحين يعني حديث ممكن تراجعون لاحظت كيف يا أخت الفاضلة هذا العامي الواعظ العابد عابد هو ما عنده علم جنع على نفسه بهذه الفتوى الجائرة الظالم لأنه فتوى جائرة هو زاحم الله فيما خص الله نفسه به التوبة لله نحن لما نجي نتوب نروح عند إمام المسجد نروح عند المطوع أو الملة أو الشيخ لا لا نتوب إلى الله الصحابة رضي الله عنه جاء إذا كان أراد أحدهم أن يتوب ماذا أين يذهب يذهب إلى الله يقول يرفع إيده و يتوب إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ما بديه التوبة الصحابة رضي الله عنه أبو بكر و عمر و عثمان و علي ما بأيديهم التوبة على الناس التوبة لله عز وجل التوبة لله عز وجل و لذلك يعني نصيحة لهذه الأخت أن تتعلم و أن تتفقه سورة عبسة هذه من سورة القرآن و أنا أنصحكم بكثرة قراءتها في الصلاة حتى تبطل هذه العقيدة و هذه الفكرة التي هي مخالفة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن تكثروا من قراءة تبت يد أبي لهب و تب أبو لهب في النار يعني قلبها على أبي لهب مثلا يعني هي ما أعجبتها هذه السورة التي تكلمت عن أبي لهب التي حكم الله عز وجل عليه هو و زوجه و زوجة أبي لهب أنهم من أهل النار قلبها عليه ليش ما صار قلبها على النبي عليه الصلاة و السلام الذي كان أبو لهب يتعرض للنبي عليه الصلاة و السلام و يسب النبي و يحرظ الناس و يقف في طريق الناس يقول لهم هذا أنا أعم و هذا كذاب و يصد عن ذكر الله و عن الصلاة و يصد عن الناس عن دعوة النبي عليه الصلاة و السلام سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ما أدري كيف يفكر بعض الناس و لذلك اخت الفاضل بارك الله فيكم أنا أنصحكم أن تكثروا من قراءة عبسة و تولى و أن تكثروا من قراءة تبت يد أبي لهب و تب في الصلاة و خارج الصلاة و علموها أولادكم هذه سورة من سور القرآن من جحدها كفر من جحدها قال هذه ليست من القرآن كفر الذي ينكر حرف واحد من القرآن من الحروف المعروفة بالقرآن يكفر كيف الآن يجي شخص يقول لا تقرأوا سورة عبسة و سورة المسد لا اقرأوها و ازيدوا من قراءاتها و اقرأوا في تفسيرها بارك الله فيكم فاطمة من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أريد العمل في دار المسنين و هذا العمل يتطلب رعاية المسنين و تطبيب مثلا من خلال تطبيب و تنظيف رجال و نساء سؤالي من شقين هل تجوز العناية بغير المسلم؟ يعني العناية به كإنسان من تنظيف يعني لمس الرجل هذا و الثاني الرجل عجوز و مريض لا رغبة له في النساء هل تجوز العناية به؟ اختفاط من ألمانيا بارك الله فيك و رضي الله عنك و صلى الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب المبارك فيك أولا أختي الفاضلة بالنسبة للعمل من حيث الأصل العمل مباح ولله الحمد و المنه و الإنسان يكتسب العمل لكن بشرط أن يكون عملا حلالا لا محرما هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لعمل الخدمة في الأصل أنه مباح و لذلك يجوز للإنسان أن يشتغل في الخدمة لكن أن يشتغل الإنسان في خدمة غير المسلم و يذل نفسه هذا كرهها الفقهة كراها شديدة كراها شديدة و لذلك نصه على أن الأصل في الحرف و المهن و الوظائف الحل و الجواز و الإباح و نبه على قضية أن الإنسان لا يخدم عند غير المسلم خدمة فيها إذلال له أما خدمة ما فيها إذلال ما فيها شيء يعني علي رضي الله عنه كما في السنن اشتغل عند امرأة يهودية بنقل الماء على تمر كان ينقل الماء على تمر هذا ليس فيها يعني مذلة أما أن يقوم المسلم فيخدم غير المسلم بمثل هذه الحالة اللي ذكرتيها و هو التنظيف و يعني أشياء فيها يعني فيها مذلة للإنسان فكره العلماء ذلك كراها شديد و لذلك لو كان الأمر مع مسلمات نعم ما فيه بأس أما و الأمر الثالث ما يتعلق بالشق الثاني و هم فيما فهمت من سؤالك بأنهم رجال يعني رجال و تقومين بلمس الرجال و شيء من هذا القبيل و هذا في الحقيقة يتنافى مع ما يجب أن تكون عليه المرأة من الابتعاد عن الرجال و الأمسم حتى لو كان رجلا عنينا أو رجلا يعني فانيا ليس له رغبة في النساء فأنصحك يا أخت الفاضلة أن تختاري عمل في داخل هذه المؤسسة بعيد عن مثل هذا الأمر أو تبحثي عن عمل آخر بارك الله فيك أم عمر من الأردن تقول عملت أسناني عند دكتور أسنان و اتفقنا على مبلغ معه في وقت تقول رحت ركبت الأسنان كان يريد عشرين دولار زيادة و أنا ما كان عندي و قلت له أروح و أجيك مرة ثانية تقول أنا أصلا يعني من سوريا و كان عندنا يعني أحداث و كذا و طلعنا بعدين لما جيت أرجع أبحث عنه ما وجدته تقول ماذا أفعل في مثل هذا حال أتصدق عنه أم لا أختي أم عمر بارك الله فيك تقولين بأنك أنت ذهبت عن طبيب أسنان عالج أسنانك تبين بأن المبلغ اللي عندك ناقص طلب عشرين دولار زيادة قلتي برجع لك حصل عندكم مشاكل و أحداث و الآن ما استطعت ترجعي إلا تقولين ماذا أفعل أتصدق عنه الجواب أخت الفاضلة بأنك تبحثين عنه و تبقين هذا المبلغ عندك حتى تجدين هذا الطبيب و الآن الحمد لله الوسائل متوفرة للوصول إلى الأشخاص إذا كنت تعرفين العيادة تستطعين عن طريق هذه التقانات و هذه الحسابات و هذه محركات البحث الآن تستطيع أن تصلين إليه فلا تتصدقين حتى تسلمينها إليه إذا تقولين والله وصلت إلى قناعة بأني ما أستطيع أن أصل إليه نسيت اسم الطبيب نسيت اسم العيادة نسيت المكان حاولت أتذكر ما في مجال نعم في هذه الحالة ممكن تتصدقي عنه بارك الله فيك أم علي من العراق تقول أنا مطلقة من عشرين سنة أهل زوجي كانوا هم السبب في طلاقنا رغم أننا كنا زوجين متفاهمين على حب الله ولدينا ولدين السبب يمس السمعة والشرف بالنسبة لأهله قام أهلي و إخوتي بإجباري على الطلاق و التخلص من هذه العائلة قمت أنا برفع دعوة الطلاق كسبت القضية لكن بعض الناس يقولون لي بأني قد كسبت إثم في ذلك لأنه كان رجلا صالحا ما له ذنب فيما حصل يشهد ربي حاولت أحافظ على عائلتي لكن كانت الظروف أقوى مني هل فعلا أكون آثمة كما يقول الناس أختي أم علي من العراق بارك الله فيك بالنسبة لي ما حصل هذا قدر الله و قضاؤه سبحانه و تعالى و إذا أمكن الرجوع ترجعين له و لله الحمد بشروط بحيث تخرجين عن أسرته عن أهله مثلا و تعيشين في بيت شرعي بعيد عن أهله الذين آذوك بخاصة حينما مسوا الشرف و العرض و هذا أمر غاية في الخطورة فلذلك تلفاظه إذا أمكن الرجوع ارجع تقول الله الأمر قضي و انتهى و هذا الكلام قديم من عشرين سنة ما عليك شيء لأن الإنسان يدفع الضرر عن نفسه و لا يجوز للإنسان أن يسمح للآخرين بأن يمسوا عرضه و شرفه و لذلك الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم و يقوله جل وعلا و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و إذا كان زوجك سلبي بحيث أنه يرى أهله يطعنون في عرضك و شرفك و هو ساكت و راضي أو ما يتكلم و لا يتدخل التخلص من هذا الزوج أولي يا أخت الفاضل يعني مدام أنه راض بهذا الكلام الذي يمس شرفه في المقام الأول لأنه أنت زوجته و أم عياله فإذا كان هو ساكت و راضي لا خيرة في هذا الرجل حتى لو كان من أهل الصلاة لا خيرة في رجل حتى لو كان من أهل الصلاة يسمع من يطعن في عرضه في أم عياله في زوجته و يسكت أما إذا كان لا مغلوب على أمره ما عنده قدرة حاول الدفاع عنك حاول كذا و لكن مثل ما يقولون التيار قوي جرفه و جرفك ما عليك شيء في مثل هذه الحالة و إن يتفرق يغني الله كل من سعته و الحمد لله لعلك إن شاء الله أنت تكونين قد تزوجتي و أيضا هو يكون قد تزوج و كل ذهب في طريق و سبيل و لكن ما دام أنك تثنين على دينه و على صلاحي تدعي له دائما و بالنسبة لهذا الطلاق أنا ما أعتقد بأنك تأثمين حينما طلبت الفراق لأنك أنت متضررة و متأذية و الإنسان قيمته في المجتمع و في الناس السمعة إذا راحت السمعة باطن الأرض خير له من ظاهر الأرض الإنسان قيمته بين الناس بإيش بسمعته بسمعته و شرفه إذا طعم في الشرف و ساكت بطن الأرض خير من من ظهر الأرض لأن يكون تحت الأرض أفضل من أن يدب على ظهري فلذلك عمره لا تشغيلين بالك في هذا و المسألة قديمة و أتركي كلام الناس بارك الله فيك أمت الله من سوريا تسأل تقولي هل يجوز لمس الماء و أنا جنوب أخت أمت الله من سوريا بالنسبة للجنوب ليس بنجس و إنما طاهر فبدن الجنوب طاهر و ليس بنجس و لذلك في الصيحي من حديث أبي هريرة أنه لقي النبي عليه الصلاة و السلام في طريق يقول أبو هريرة ثم انخنست يعني ذهبت خفية من دون أن يشعر بي النبي عليه الصلاة و السلام فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أبا هريرة فعاد إليه فقال أين كنت فقال يا رسل كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك أو كما قال فقال سبحان الله المسلم لا ينجس المسلم لا ينجس و لذلك أخت الفاضلة الجنوب طاهر بدن الجنوب طاهر الجنوب الآن يجوز له أن يأكل و أن يشرب و أن يقرأ الكتب و أن يلمس الماء و أن المرأة تطبخ مثلا طاهر و من ذلك لمس الماء فلو لمست الماء ما تنجس الماء أهم شيء اليد ما فيها نجاس هذا أهم شيء أما لمس الماء الجنوب يلمس الماء الماء طاهر و لله الحمد و المنه أم أنس من الجزائر تقول هل يجوز الدعاء على الظالم و هل صنع الطعام و أخذه للمسجد بغية الدعاء على الظالم بعد أكل الطعام من طرف الإمام و المصلين هل هذا الفعل مشروع لأنه منتشر عندنا كثيرا أختي الفاضلة أمت الله أختي الفاضلة أمت أم أنس عفوا أم أنس من الجزائر بارك الله فيك أولا بالنسبة للدعاء على الظالم جائز يجوز للإنسان أن يدعو على الظالم و ذلك لقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم و لقول الله عز وجل و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و ثانيا المظلوم إذا كان فعلا مظلوما فإن الله تعالى يستجيب دعاءه فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له في آخر الحديث و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب و لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات و ذكر منها دعوة المظلوم دعوة المظلوم فالله تعالى يستجيب دعاء المظلوم على على من ظلمه المسألة الثالثة أخت الفاضلة ما ينبغي للإنسان أن يشرك الآخرين في دعائه على من ظلمه ما ينبغي ذلك ولذلك المظلوم بين خيارين إما أن يصبر وأن يحتسب وأن يعفو وأن يصفح وأن يكظم غيظة وإما أن يدعو لكن أن يصنع الطعام و يذهب به إلى إمام المسجد مثلا و مؤذن المسجد و يقول كل هذا الطعام صدق ثم ادعو على من ظلمني أنا أخشى على المظلوم بأن يكون ينقلب إلى ظالم لأنه وسع دائرة الدعاء وسع دائرة الدعاء و لذلك المظلوم يدعو باعتدال على من ظلمه نوح عليه السلام ماذا قال قال ربي إني مغلوب فانتصر فانتصر الله له النبي عليه الصلاة والسلام دعا لكن ما تجاوز ما دعا على الذرية و الأولاد و ما دعا على القرابات دعا على من ظلمه فلذلك تلفاظ له هذا الفعل فيما يظهر لي بأنه غير مشروع و لا أصل له ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالوا ندعو على فلان بن فلان كان في القنوت قنوت النوازل لما كان يصلي و يرفع يديه و يدعو على بعض القبائل التي قتلت أصحابه بعض المستضعفين دعا لهم في مكة مثلا هذا يسمى قنوت النوازل أما الشخص يعني ظلمه آخر فيريد أن يدعو يدعو هو فقط لأن توسيع هذه الدائرة يخشى على المظلوم يعني أن لا يستجيب الله تعالى دعاءه موسى بن عيسى من الجزائر يقول أخ يعمل في أكواخ لتربية الدواج تقع في جبل و الجو شديد البرودة و أصابته جنابة و خشية إن اغتسل أن يصاب بالمرض أو يشتد عليه لأنه أحس ببوادر الزكان فهل يجوز له و الحالة هذه أن يتيمم لرفع الحدث مع العلم أن الماء الدافي متوفر أخي موسى بن عيسى من الجزائر بارك الله فيك بالنسبة لهذا الأخ الذي أجنب و عنده ماء دافي لكن الجو بارد و ظهرت عليه بوادر المرض و هو متيقن أو يغلب على ظنه بأنه لا يغتسل بالماء الدافي فإنه سيمرض أو يتضاعف عليه المرض فإنه ينتقل إلى التيمم ولله الحمد و المنه و قد صح عن النبي عليه الصلاة و السلام في قصة عمر بن العاص لما بعثه في أميرا على سرية في غزوة ذات السلاسل صلى بهم و هو جنب حيث إنه استيقظ الفجر و كان الجو باردا و صلى تيمم و صلى بهم فقال فأخبر الصحابة النبي عليه الصلاة و السلام فاستدعاه فقال صليت بأصحابك و أنت جنب قال يا رسول الله تذكرت قول الله عز و جل و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم و أنني لو اغتسلت هلكت كان الجو بارد فتبسم النبي صلى الله عليه و سلم و هذا يسمى في السنة النبوية إقرار و هي أحد أنواع السنة السنة النبوية هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير و التقرير هو أن يفعل الصحابة فعلا بحضرة النبي عليه الصلاة و السلام أو في زمن الوحي عموما و يسكت النبي عليه الصلاة و السلام أو يتبسم مثلا أو يشير بأي إشارة دل على رضاه فلذلك بالنسبة لمن سألت له له ذلك له ذلك متى إذا فعلا غلب على ظن أو تيقن بأنه لو اغتسل بالماء الدافي هلك لأنه في منطقة جبلية و باردة و البرد فيها شديد يكون لا حرج عليه في مثل هذه الحالة في التيموم أم سعود بن السعودية تقول أن لدي شعر حواجب كثيف و غليظ و طويل و شكله غير مرتب و أنا أحلق الزائد و أقصر من طوله بحيث أكون مرتب علما بأني لا أحلق كي أغير من خلقته أو شكله فقط للترتيب هل عليه شيء أختي أم سعود من السعودية بارك الله فيك بالنسبة لي المرأة ممنوعة من نمص الحواجب و العلماء يتفقون على أن على أن النتفة هو النمص أما القص و الحلق فهذا محل خلاف عند أهل العلم لكن عموما بالنسبة للمرأة إذا كانت حواجبها غليظة جدا و الشعر غير مرتب لها أن تقصها الشعر الزائد بحيث ترتب شعر حاجبيها من دون أن تبالغ في القص أو مثلا تحلق أو شيء من هذا القبيل أو تنتف و إنما بالمقص تقص هذا الشعر الزائد حتى تترتب الحاجبين يترتبان بشكل متساوي في مثل هذه الحالة يجوز بارك الله فيك محمد من الأردن يسأل يقول ما حكم وضع الرخام على القبور ورفع القبور عن الأرض محمد بارك الله فيك من الأردن بالنسبة لمسائل القبور النبي عليه الصلاة و السلام حينما بعثه الله عز وجل كان هناك اعتقادات في القبور و المقبورين و هناك بدع و محدثات في المقابر و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام منع جميع المسلمين رجالا و نساء من زيارة المقابر من زيارة المقابر نهاهم صلى الله عليه وسلم فلما رسخ الإسلام و استقر الإيمان و اتضحت المعالم الشرعية و عرف الناس كيف يتعاملون مع القبور و مع المقبورين أذن النبي عليه الصلاة و السلام قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها و لذلك عرف الصحابة كيف يتعاملون مع القبور و كيف يتعاملون مع المقبورين أما تعاملهم مع المقبورين فهؤلاء أموات بأمس الحاجة إلى الأحياء ولذلك أي ميت حاشى نبينا عليه الصلاة والسلام معدى نبينا عليه الصلاة والسلام أي ميت هو بحاجة إلى دعاء الحي بحاجة إلى استغفار الحي بحاجة إلى صدقة الحي ومما يُعسف له أن بعض الناس من المسلمين وللأسف والله أصبحوا يعتقدون بأنه هو الذي يحتاج إلى الميت وهذا من أعجب العجب هذا من أعجب العجب كيف عكسوا القضية أصبح الحي هو الذي يحتاج إلى الميت يذهب إلى القبر ويستغيث بالمقبور أو يناديه أو العياذ بالله يطلب منه حاجة من الحاجات أو دفع بلى أو رد غائب صيبة وصيبة هؤلاء مساكين يعني أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك ما استجابوا لك الله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء يقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور الآن هذا المقبور يقول جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى انقطع عمله لكن الله تعالى من فضله وكرمه وجوده وإحسانه جعل هناك بقايا لهذا الميت من قبل الحي الدعاء الاستغفار الصدقة هذه بقيت بالنص الشرعي لكنني أعكس القضية يصير الحي هو الذي يطلب الميت لا دين ولا عقل لا دين ولا عقل نسأل الله العافية والسلام ولذلك عرف الصحابة بأن هؤلاء الموتى هؤلاء لا يسمعون ولا يجيبون لو ناداهم الحي وعلموا أيضا بأن هؤلاء الموتى هؤلاء بأمس الحاجة إلى دعاء الحي وصدقة الحي الأمر الثاني الفتنة بالقبور كانت من قديم الفتنة بالقبور من رفعها وتشييدها وبنائها ووضع الزهور عليها والتجسيص وغير ذلك فحرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ونهى عنه ولذلك بعث علي بن أبي طالب بعثه إلى كل المناطق التي دخلها الإسلام ألا يدعى قبر مشرفا إلا سواه ولا صورة تمثال يعني إلا طمسه تمثال يطمسه وصورة وقبر مشرف يعني مرتفع يسويه مقدار شبر الشبر هذا ما بين الخنصر إلى الإبهام هذا الشبر ما بين الخنصر إلى الإبهام يعني يسنم القبر ولذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام مقدار شبر قبر أبي بكر وقبر عمر هذا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أخي الفاضل هؤلاء الذين يبالغون في البناء على القبور أقربائهم وأحبابهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرخام وهذا الجص وهذه الورود وهذه الأشياء هذه ما ينتفع فيها الميت الميت ما ينتفع بالرخام وما ينتفع بهذا الجص وما ينتفع بالزهور والورود وما ينتفع بأي شيء يوضع على قبره تدرون ما الذي ينتفع به الميت الدعاء أعظم شيء ينتفع فيه الميت الدعاء الاستغفار له الصدق عنه هذا الذي ينتفع به ولذلك هؤلاء لو تركوا القبور على ما هي عليها وراحوا هذه المبالغ اللي يشترون بها مثل هذه الأشياء والله لو صرفوا صدق عن الميت لكان خيرا لهم هذا الذي ينتفع به الميت فلذلك يا أخي الفاضل يعني نبه الناس عندكم وضحوا مثل هذه المسائل يعني بيّنوا بأن الآن العلمان ماذا يقولون يقولون بأنه يعني يمنعون وينهون عن إدخال شيء ثمين مع الميت في قبره ما يوضع شيء ثمين الكفنة الآن الكفنة اللي يشترونه رخيص أرخص نوع من أنواع القماش الكفن أرخص أنواع القماش لماذا؟ لأنه يروح للتراب هذا مال هذا لأجل ستر عورته لأجل ستر الميت ولكن ما الميت يكفن بالحرير وليكفن بالديباج ولا يوضع معه مثلا في قبره شيء هذا ليس من ديننا وليس من شريعتنا يقول جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الإنسان خلق من التراب وسيعود إلى التراب وسيبعث يوم القيامة إنسانا حيا ويذهب إلى دار إلى الدار الآخرة دار الحياة الأبدية السرمدية فلذلك أي إنسان يريد أن يوصل النفع للميت ما يوصل بمثل هذه الأشياء اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام يوصل الدعاء الاستغفار الصدقة بارك الله في الجميع أم محمد محسن العمودي بارك الله فيها تسأل تقول هل يعني صحيح أننا لما نموت هناك حياة اسمها حياة البرزخ ويلتقون الأصحاب والأحباب فيها تقول أنا أبغى أعرف هذا يا شيخ أم محمد محسن العمودي من اليمن بارك الله فيك المكلة أختي الفاضلة الله جل وعلا خلق الدور وجعلها ثلاثة خلق الله الدنيا خلق الله الحياة البرزخية خلق الله الدار الآخر الدنيا هذه التي نحن فيها الآن هذه نفي إليها آدم وليعمل فيها ثم إن الله تعالى جعل لها أمدا الآن هذه الدنيا ما أحد يخلد فيها أين آدم أبو البشرية مات أين نوح مات أين إبراهيم أين محمد صلى الله عليه وسلم الجميع مات وهكذا البشرية تسير إلى نهاية وهي أن هذه الدار الدنيا دار ممر وليس الدار مقر هذه الدار مؤقتة كل إنسان قال جل وعلا لكل أجل كتاب الدار الثاني اسمه دار البرزخ البرزخ ما هو البرزخ الحاجز كما قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان الحاجز بين الشيئين فالحياة البرزخية هي حياة أهل القبور يعيش فيها الناس منتظرين الحياة الأخروية ومن مات قامت قيامته لكن هو في حالة انتظار القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران بعد ذلك لما تقوم القيامة يبعث الله جل وعلا الأولين والآخرين و يبدأ الحساب وليس في الآخرة إلا جنة أو نار أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويعيدنا من النار البرزخ هذه أخت الفاضلة بالنسبة لمن فيها على قسمين قسم معذبون وقسم منعمون المعذبين هؤلاء مشغولون بعذابهم ما يلتفتون إلى أصحابهم ولا إلى أصدقائهم ولا إلى أقاربهم مشغولون بالعذاب الذي هم فيه والعياذ بالله أما من كان منعما فنعم يلتقي في الراجح من أقوال أهل العلم أن أهل القبور يلتقون بأحبابهم وأصحابهم حتى إذا أتى آت يعني مات ميت والتحق بهم يسألون يسأل هو أين فلان فيقولون ما أتانا فيقول ذهب به إلى أمه الهاوي يعني إلى النار والعياذ بالله فلذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم وقد صحت بهذا بعض الآثار أن أهل القبور من المنعمين يلتقون تلتقي أرواحهم في عالم البرزخ الذي هو عالم القبور بارك الله فيك الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول أتتني الدورة الشهرية وأنا عمري ثلاث عشرة سنة ولم أصم شهر رمضان كاملا لعدم معرفتي ولأن عمري الآن في الأربعين ما قضيت ما علي هل علي قضاء مثلا أم ثدية أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لك الآن الأيام التي ما قضيتها ذمتك مشغولة بها ومطالبة بها والواجب عليك المسارعة إلى قضائها وتقضينا فقط لأنه واضح أنك جهلت هذا الحكم فتقضينا إذا كنت قد علمت سابقا أنه يجب عليك القضاء ثم تساهلتي وتكاسلتي وتركتي مع القضاء تطعمين في القول الراجح وذلك لفتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخ عبد الله من مصر يقول أنا قمت بالحديث مع شخص حول أمر ما وأنا على يقيم بأنه فهم كلامي وسؤالي بشكل خاطئ هل أحمل وزر اعتقادي الخاطئ وإذا كان كذلك كيف أكثر عن هذا الوزر عبد الله من مصر بارك الله فيك تقول بأنك تكلمت مع شخص وهو فهم كلامك خطأ أن تحاسب على هذا هذا يرجع إلى قصدك ونيتك فإذا كنت أبهمت الكلام أو عميت بالحديث أو انتبهت بأنه لم يفهم هو سينقل عنك خطأ نعم تأثم لأنه يجب عليك أن توضح له وأن تبين له وأن تكشف له الحقيق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تحدث أعاد الكلام ثلاثا كما في حديث عائشة حتى يستوضح الناس ويتفهم الناس ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا قلت والله أنا تكلمت وبعدين خطر في بالي بأنه قد يفهم هذا الشخص كلاما آخر وانصرف عنك ليس عليك إثم لكن هل يمكن التواصل معه إذا قلت نعم تواصل معه وقل له أنا قلت كذا وكذا واحذر أن تفهم خطأ أو تقول له ماذا فهمت من كلامي فإذا قال فهمت كذا وكذا وكذا على ما أردت الحمد لله إذا قال لك فهمت كذا وكذا خطأا قل له لا اتق الله أنا لم أقل هذا ولم أقصد هذا حتى لا يعني ينقل عنك أمرا سيئا أو يدخلك في خصومات وأشياء أنت في غين عنها أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج والأسئلة كثيرة ما انتهت لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله وقوتي مع تأكيدي على ضرورة التزام شروط قبول الأسئلة وهي ذكر الاسم أو الكنية سؤال واحد طبعا تذكرون اسم البلد وسؤال واحد المختصر والبرنامج ما يقبل للأسئلة الصوتية ولا المرئية بارك الله فيكم ألتقيكم غدا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته